وثقت عدسة التغيير عمليات الدهم والتفتيش من قبل قوات الرد السريع وشرطة ديالة وفتح وتأمين عدد من الطرق في مناطق الوقف بعد تدمير عدة مظافات وعدد من العبوات الناسفة في أخطر المناطق بالمحافظة والتي كانت ملاذا آمنا لعصابات داعش أكو مناطق صارها بال13 سنة لم أحد دخلها للحقيقة بس بجهودنا المثمرة توجيه سيد القادة المحترم بيشرافة تم فتح طريق آمن وتم تفتيشه بالكامل وحاليا المنطقة مؤمنة بالكامل تم تفجير كافة العبوات الطريق سالك وآمن تم العثور على أكثر من 30 مظافة تم تدميرها وتم العثور على أسلحة متوسطة وثقيلة وخفيفة فيما كان لخبراء المتفجرات بصمة واضحة من خلال تفكيك وتفجير العديد من العبوات الناسفة برفقة الجهد الهندسي لهذه العملية وتأمين وصول القطعات العسكرية لهذه المناطق التي كانت مسيطرة عليها من قبل داعش بسبب طبيعة الأرض وكثافة البساتين الحمد لله وشكر استطاعت فرقة الرد السريع تحرير المنطقة بالكامل وفتح الطرق المغلقة من 13 منذ 13 سنة و14 سنة والحمد لله وشكر تفجير العبوات ومخططاتهم الخبيثة أكثر من 35-40 عبوة تقريبا والمضافات لا أعقد كل العدد بالضبط والحمد لله وشكر فتح الطرق وتطهير البساتين من العناصر الإرهابية وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول داعش في كافة أنحاء محافظة ديالة لا سيما مناطق الوقف لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا من محافظة ديالة حسن شمري التغيير الفضائية